شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقف كتاب الله للآراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبيل الهدى كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله تعالى علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات طبعا يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين حقيقة الصيام إن الناس يجهلون حقيقة الصيام من فطرة الإنسان أنه كلما كان قليل الأكل كان أكثر حظا من تزكية النفس وازدادت فيه قوى الكشف فالله تعالى يريد بالصيام أن نقلل من غذاء ونكثر من آخر يجب على الصائم أن يتذكر دائما أن الصوم لا يعني الجوع فقط بل عليه أن يشتغل في ذكر الله تعالى حتى يتيسر له التبتل والانقطاع إليه عز وجل فليس الصوم إلا أن يستبدل الإنسان بالغذاء الذي يساعد على نمو الجسم فقط غذاء آخر تشبع به الروح وتطمئن هذا كان تفسير المسيح الموعود عليه السلام لقوله تعالى كتب عليكم الصيام طبعا لعله أول رمضان في حياتنا نرى العالم كله فيه يواجه مثل هذه الظروف الصعبة الناجمة عن الجائحة المسمات بفيروس كورونا ولقد تغيرت بسببها كثير من الأمور المعتادة في حياتنا اليومية وبالطبع أثيرت أسئلة كثيرة لدى الناس فإنهم يعرفون كيف ينبغي أن يتصرفوا في ظل الظروف الراهنة طبعا في هذه السلسلة من سبيل الهدى سنأخذ أسئلتكم الفقهية المتعلقة برمضان والسيام ومعنا محمد طاهر نديم سيد محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وأنتم بألف ألف خير طبعا سؤالنا الأول كيف يمكن أداء الصلاة جماعة في البيت في ظل الظروف الراهنة سيد محمد بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير وأنتم الله سبحانه وتعالى أن ينجي البشرية من هذا الوباء عاجلا إن شاء الله بالنسبة إلى سؤالكم الأفضل أن تصلى الصلاة بالجماعة في المساجد ولكن يجتاه وباء كورونا العالم كله ووفق تعليمات كثير من الحكومات أصبح الناس يلتزمون ببيوتهم بسبب الإغلاق الطام لأجل ذلك البديل هو أن يصلي أفراد البيت الصلاة بالجماعة وفي أوقاتها في بيوتهم بحيث يمكن أن تكون هذه الطريقة الموتادة أن يأم رب البيت أو أحد أفراده الذكور أم في الصلاة والآخرون يقتضونه ويقفون وراه في الصف ولكن إذا كان في الأسرة رجل واحد فقط ومعه زوجته وبناته فيمكن أن يصلي صلاة الجماعة بحيث يقف أمام صف النساء يعني النساء بيته ويصلي بهن إماما وهو الذي سوف يقوم برفع العذان ويقيم بنفسه أيضا أما إذا كنا نصف فقط فإن صلاة الجماعة لا تجب على المرعة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها جماعة في المسجد ولكن مع ذلك إذا أردنا صلاة الجماعة فيجوز لهن لما ورد في بعض الروايات أن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بعض الأحيان تومان النسوة في المكتوبة أي في الصلاة المكتوبة كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة وهي إحدى الصحابيات أن تأم أهل بيتها ولكن في هذه الحالة إن صلينا جماعة في البيت وينبغي أن تكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول ويأمهن أقرأهن التي هي عالم بالقرآن وعالمهن بأحكام الدين ولكن في هذه الجزية الأخيرة ينبغي أن نتذكر كما قلنا أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة وهذا هو الأصل لنتقل للسؤال التالي تصلى صلاة التراويح عموما في رمضان في المساجد جماعة ولكن في ظل الظروف الراهنة يسأل البعض هل أداء التراويح جماعة واجب؟ نعم تصلى صلاة التراويح في المساجد بالجماعة ولكن يجب أن نعلم أنها ليست صلاة إضافية بل هي الصلاة النافلة التي تعد قيام الليل في رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها في جوف الليل وعموما في الهزيع الأخير من الليل وكيف كانت صلاته هذه؟ سئلت سيدة عيشة رضي الله عنها عن هذه الصلاة في رمضان بالذات فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة رقعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا أي صلاة البتر أما أداة هذه الصلاة النافلة جماعة يعني بعضهم يسألون هل يمكن أداة هذه الصلاة جماعة وخاصة صلاة النافلة الأخرى أيضا فقد روية عيشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بسلاته ناس فلما أصبح تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى يعني مع الناس الناس أخبروا الآخرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل صلى بالناس ونحن صلينا وراه فهم تحدثوا مع الآخرين ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من القابلة يعني في اليوم التالي في الليلة التالية فكثر الناس لأن الذين صلوا في اليوم الأول أخبروا الآخرين فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد يعني كثر الناس في المسجد من الليلة الثالثة ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء البعض يتنحن يعني هم كانوا يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما لم ينتبه فحتى يسمع صوتهم ليخرج إليهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيت الذي سناتم أنا كنت أسمع صوتكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان يعني إذا صليت هكذا كل يوم كل ليلة فخشيت أن تفرض عليكم تصبح يعني واجبا وفردا هذه الصلاة فلأجل ذلك نترك فمن هنا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة النافلة جماعة إلا ثلاثة أيام ثم تركها فظل الناس يصلون هذه الصلاة في جماعات وأفراد وبعض الصحابة الذين كانوا يعملون عمالا شاقة طوال النهار وكانوا يخشون أن لا يستيقظوا في آخر الليل فكانوا يفضلون أن يقوموا بقيام الليل في أول الليل أي بعد صلاة الإشاء وحدث في أهد سيدنا عمر رضي الله عنه أنه خرج في إحدى الليالي في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزعون متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بسلاته الرحد يعني الناس فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأراني لو جماعتها ولا قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كاب ثم خرج في ليلة أخرى والناس يصلون بسلاته قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون وهذه الكلمات يجب أن نصغي إليها قال عمر رضي الله عنه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني كان الناس يقومون أول الليل فقال عمر رضي الله عنه بأنهم ينامون آخر الليل وهذه سلات في آخر الليل أفضل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها هكذا فالأفضل أن يسلي الإنسان سلات التحجد وإن سل معها التراويح فزيادة الخير خير وليس واجبا أن يسلي المرء سلات التراويح بالجماعة ولكن إن كانوا يسلون في المسجد الناس يسلون فالأفضل أن يسلوها جماعة حتى لا تكون صورة لإفتراك الكلمة وليس اليمي أيضا يحفظون القرآن كله فإذا كانوا خلف قارئ فيسمعون القرآن الكريم أكثر وأكثر وشهر رمضان متميز بالعمل بالقرآن وبالسماء بآيات القرآنية ولكن جواد صلاة التحجد أو النافلة بالجماعة واضح لأن النبي صلى الله ثلاثة أيام مع الصحابة ثم جمعهم سيدنا أمر على إمام واحد ووفق قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فمن شاء وفق هذه السنة عمل بهذه السنة ولكنه إن كان يستطيع أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في آخر الليل فهو الأفضل كما ذكره سيدنا عمر رضي الله عنه بنفسه أيضا وهو بنفسه عندما مر من ذلك المسجد مرتين استحسن فيلهم ولم يشترك في صلاتهم هذا يعني أنه أيضا كان يفضل أن يصليها في آخر الليل بارك الله فيك أمير أنجم معنا على الخط السلام عليكم أستاذ مير أنجم وكل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير أنتم بألف خير طيب أستاذ مير يعني السؤال هو هل يجب الصيام طبعا هذا كان سؤالنا في البداية هل يجب الصيام في ظل الوباء المتفشي ألا يكون خطرا على الصحة فيضعف المناعة أستاذ مير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العالم من وباء الكورونا وويلاته ويوفقهم ليعرفوا خالقهم ويؤمنوا به وبالمعوذ هذا الزمان المسيح المعود والمهدي عليه الصلاة والسلام والذي بعثه الله تعالى في هذا الزمن ليحكم في جميع عنواء القضايا بما فيها القضايا الفقهية وأقام من بعده الخلافة الراشدة التي ترشدنا في القضايا المتجددة وتهدينا أما هذا السؤال بأنه هل يجوز السيام في ذل ضباء الكورونا فأقول قد بيّن الخليفة الخامس أيده الله تعالى بن أثر العزيز في خطبته الآخيرة في 24 نيسان 2020 وبيّن المبدأ الأساسي ردا على مشل هذا السؤال وقال من هدي القرآن الكريم الواضح أن على المريض لا يسوم على المريض لا يسوم أما أن يفتر الإنسان خوفا من أن يصاب فهذا باطل هذا هو المبدأ لا يمكن للإنسان أن يترك السيام خوفا من أن يصاب بالمرض قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخر لم يقول الله سبحانه وتعالى بأنه من خاف من أن يصاب بالمرض فعدت من أيام أخر فهذا يجب أن نتذكر الذي هو مريض ومرضه يضر بصحته فهذا الشخص يجب أن يترك السوم ويفتر أما الخوف من الأسابة بالمرض فهذا لا يمنى من أن يصاب ثم ذكر الخليفة في إحدى خطبه الحالية عن المناء أيضا وأرشادنا في هذا الموضوع أيضا وذكر بعض الأمور التي تفيد في الحفاظ على المناء وتقضي المناء وقال أولا بأنه يجب أن نأكل الطعام السحي الغذاء السحي المتوازن الناس ماذا يفعلون في أيام رمضان يكثرون من الأغذية والأطعمة التي تضر بالصحة وهذه تضعف المناء بلا شك فيجب أن نتجنب من الأشياء المقلية والدسمة لكي لا تتضرر المناء ثم قال الخليفة نصره الله سبحانه وتعالى أيضا فيما يتعلق بالمناء بأن على المرأة أن يأخذ قسطا وافرا من النوم وهذا أيضا يقوي المناء ماذا يجب على المرأة أن يفعل الحفاظ على المناء يجب أن ينام باكرا ويستيقظ باكرا وهكذا يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يحافظ على المناء ويحافظ على صحته وكذلك يستطيع أن يؤدي حق العبادته عندما يستيقظ باكرا ويسلي سلاة التحجد والنوافل وهذا أيضا سيفيده فالأمر بالاختصار أن السيام لا تضعف المناء بقدر ما تضعف عاداتنا في الطعام والنوم طيب بارك الله فيكم أستاذ مير طيب أعود إليك أستاذ نديم الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة لو نتحدث عن هذا الشيخ لو سمحتم في الحقيقة كل قول النبي صلى الله عليه وسلم العمل به يزيد الإنسان بركة ما بعدها بركة بعدها بركة فهذا القول بالذات عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة لها له معاني كثيرة جدا ليس يعني فقط أنه يحث على أن يستيقظ المؤمن أو يستيقظ المرأة عند السحور ويتناول السحور مع الصائمين حتى ولو لا يريد أن يصوم إنه ربما إنه مريض أو لا يستطيع أن يصوم أو صغير فمع ذلك عندما يستيقظ في هذا الوقت فهناك معاني كثيرة كاملة وراء حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يستيقظ في هذا الوقت أنه إذا استيقظ فسوف يرى الصائمين أنهم يتوضعون ويتنشطون ويصلون سلاة التهجد ويقومون بأداء النوافل ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويدعون فهو أيضا عندما يراهم وخاصة استيقظ لكي يشترك معهم في هذا العمل فإنه أيضا سوف يقوم بالدعاء ويصلي صلاة النفل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل وكذلك سوف تكون له فرصة أنه سيشترك في صلاة الفجر في وقته أنه يكون مستيقظا قبل الوقت فليس المعنى فقط أنه يجب أن نتناول الصهور وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على تناول الصهور وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى معاني أظيمة جدا وهذا أيضا يؤكد على ما قلنا من ضرورة أن نوضي الصلاة النفل في الحزي الأخير من الليل صلاة التحجد وإذا فاقع الإنسان لكي يتناول الصهور فإنه يغتنم الفرصة ويصلي صلاة النفل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفر وكذلك يشترك في صلاة الفجر وهو في عوج نشاته نعم بارك الله فيكم طيب أعود إليك أستاذ مير أنجم هل يجوز أن يقرأ الإمام في البيت من القرآن الكريم إن لم يكن يحفظ عددا كافيا من الصور أستاذ مير كل مسلم يحفظ بعض الصور من القرآن الكريم ويمكن له أن يقرأ هذه الصور وإن كانت صغيرة في صلواته ولا دعية ليحمل القرآن ويمسك به ويقرأ ويتصفح ويقلب الصفحات لا حاجة لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حث المسلمين على الحفظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب فلابد لكل مسلم أن يحفظ بعض الصور أو بعض الآيات من القرآن الكريم ويمكن أن يأم في الصلاة ويقرأ فيها هذه الصور الصغيرة أو الآيات التي حفظها وليس هناك دعي ليحمل القرآن في الصلاة ويقرأ من المصحف نعم بعض الفقهاء والآئمة أجازوا ذلك بناءً على بعض الروايات ولكن ذهب الحنفية إلى أن القراءة من المصحف تفسد الصلاة أما الجماعة فهي لا تقول ذلك ولكنها لا تحبذ القراءة من المصحف في الصلاة لأن الناس عندما يبدأون بالقراءة من المصحف في الصلاة سيتركون حفظ القرآن وتقلوا الرغبة في حفظ القرآن لأن الناس لن يروا حاجة لحفظ القرآن إذا سمح لهم بأن يقرأوا من المصحف بشكل عام عندما يأمونا في الصلاة ثانياً الصلاة تتطلب التركيز والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وعندما ينشغل المرء بمثل هذه الأمور فلا يمكن أن يركز كما يجب ويجب بعض الناس يقولون بأن القراءة والطلاوة هي أيضاً عبادة فلا بأس بذلك صحيح ولكن هل من الضرورية أن يقرأ القرآن من المصحف في الصلاة هل هناك حاجة لذلك يمكن أن يطلو القرآن متى شاء دون الصلاة في أي وقت وبقدر ما شاء فلماذا هو يريد أن يقرأ من المصحف في الصلاة هناك رواية للمسيح المعودة الصلاة والسلام قال أحد الأصحابه اسمه الدكتور مرزا ياقوب بيك هو قال للمسيح المعودة الصلاة والسلام لا أحفظ صور القرآن الطويلة ولكن أبدو قراءتها في الصلاة فهل يمكن أن نفتح القرآن ونضعه على الرحل أو على الطاولة أمامنا أو نمسك باليد ونضعه جانباً بعض القراءة ثم نرقى ونسجد ثم نمسك به في الرقاء الثانية مرة أخرى هذا السؤال سأله السحابي للمسيح المعودة الصلاة والسلام وقال المسيح المعودة الصلاة والسلام رداً على هذا السؤال لا حاجة إلى ذلك عليك أن تحفظ بعض الصور وتعيد قراءتها هذا ما قال الحكم العدل في حفظ القرآن السؤال لماذا الناس يريدون ذلك لأنهم فرضوا من عند أنفسهم بأن السلاة الترابيح فرض وفرضوا من عند أنفسهم إنهاء القرآن في سلاة الترابيح وبما أنه ليست سلاة الترابيح واجب وليس إنهاء القرآن في سلاة الترابيح واجب فلا دعية لحمل المصحف في الترابيح والقراءة من المصحف نعم بارك الله فيكم طيب بثلاث دقائق أستاذ مير لأنه وقت البرنامج شارف على الانتهاء هل يمكن أن ندفع الفدية وأن لا نصوم إذا كان الشخص خائف من أن يصاب بالمرض هل يمكن له ذلك بثلاث دقائق أرجوك يتبين من القرآن الكريم بأن المريض يجب أن لا يصوم وإذا كان المرض مؤقتا فيجب أن يصوم فيما بعد يكمل العدة بعد رمضان ويدفع الفدية أيضا أما إذا كان المرض دائما فيكتفي بالفدية لأنه لا يستطيع أن يصوم طول حياته فالفدية لا تغني عن السوم يعني الإنسان لا يمكن أن يدفع الفدية ويترك السيام أما في هذه الأيام في مرض الكورونا الشخص الذي يخاف من أن يصاب بالمرض أولا لا يستطيع أن يترك السوم كما ذكرت المبدأ الذي بيّنه الخليفة نصره الله سبحانه وتعالى في خطبته الأخيرة في 24 نيسان 2020 من هدي القرآن الكريم الواضح أن على المريض لا يصوم أما أن يفتر الإنسان خوفا من أن يصاب فهذا باطل فما دام هو سيصوم ولن يفتر فلن يدفع الفدية بطبيعة الحال فهذا هو الأساس أمير المؤمنين نصره الله سبحانه وتعالى قال في مثل هذه الأمور لأن الإنسان كل الشخص له وضع وسحي فيمكن أن يقرر بنفسه يستفت قلبه أو يستشير الطبيب لأن الطبيب يستطيع أن يخبره بما يجب أن يقل يجب أن يصوم أو يفتر بس دقيقة قال أمير المؤمنين بعشرين ثاني بس لأن البرنامج شارف على الانتهاء أرجوك قال أمير المؤمنين فعلم أنه لا يمكن إصدار فتوة عامة بهذا الصدد بل يجب على كل واحد أن يتصرف بحسب ظروفه الصحية ويستشير الطبيب هذا لا يمكن إصدار فتوة عامة نعم بارك الله فيكم جزاكم الله أحسن جزاء طبعا وصلنا السؤال إذا كان الإمام أحمدي وأهل بيته غير أحمديين هل يجوز أن يأم الصلاة نعم ممكن طبعا تفصيل هذا السؤال سيكون في الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندا نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقفو كتاب الله للآراء